اشتركوا في القناة نشرة الأخبار من الرأي تصحبكم فيها سمير عبدالله والبداية دوما بأبرز العنوين ولي العهد يشيد بالجهود الرقابية للحفاظ على المال العام الأعلى للتخطيط يناقش مسار الاستثمار المستقبلي للتأمينات تعويضات عراقية للكويت بقيمة 270 مليون دولار وبغداد تؤكد الثقة أكبر من المخاوص ودوليا بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا والبريكسيت أول التحديات أشهد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بالجهود التي تقوم بها أجهزة الرقابة المالية في إطار المحافظة على المال العام مؤكدا أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنسيق فيما بينها وتبادل المعارف والخبرات والتجارب من أجل الارتقاء بكفاءة وفعالية العمل الرقابي جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في قصر بيان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي والمشاركين في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مدير المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأسوساي والأمانة العامة للأسوساي وأعضاء لجنة التدقيق والمنعقد في الكويت حيث أعرب سموه عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات ونتائج بناء تسهم في تعزيز إدارة الموارد المالية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة هذا ويستضيف ديوان المحاسبة على مدى يومين اجتماع مجلس مدير المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأسوساي في دورته الرابعة والخمسين بمشاركة أحد عشر جهازا رقابيا أسيويا وأكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعوي أن المنظمة الدولية الانتوساي سهمت في وضع أسس منضبطة لتحقيق المسئولية الاجتماعية من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأداء دورها المأمول في هذا المجال مشيرا إلى أن على الأجهزة المسؤولة متابعة وتقييم ما تم من إجراءات من قبل الحكومات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خطت ملظمتنا خطوات فاعلة نحو التمييز المهني المستدام من خلال ما تضمنه إعلان هانوي الصادر خلال الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة والذي عقد في هانوي بفيتنام خلال شهر سبتمبر 2018 وما تضمنه من توصيات وآمان وطموحات تكون نبراسا لخطة العمل لمنظمتنا خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه على أجهزتنا مسؤولية متابعة وتقييم ما تم من إجراءات من قبل حكوماتنا بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والإقرار عن ذلك الأمر والذي يستلزم إنشاء مجموعة عمل أو فريق يختص بذلك وهو ما اقترحنا قراره نظراً لأهميته ومواكبة للتطورات والتطلعات الدولية في هذا الشأن تمشياً مع إعلان هانوي وتنفيذاً له ضيوفنا العزاء إن الاهتمام بالشباب والحرص على تأهيله مهنياً وإدارياً لكي يتبوأ الدور المؤمول في قيادة أجهزتنا في المستقبل كقادة شباب أمر تفرضه علينا المسؤولية الاجتماعية علينا نحوهم وتدعونا للحرص على تحقيقه من خلال خطط النوحة ومشروعات تأهيلية ونحن بفضل الله تعالى في ديوان المحاسبة حرصنا على تحقيق ذلك من خلال إقامة ملتقن للشباب كل عامين يتم خلاله تنظيم فعاليات وورش عمل وعرض الأفكار والمقترحات التي يرى المشاركون من الشباب تطبيقها وتتم دراستها وتنفيذها وتنفيذ ما هو ممكن منها عملياً مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمساريها للإصلاح الاستثماري والاستثمار المستقبلي كانت محور الاجتماع الختامي لدور النقاد الثاني للعام الحالي وهو الاجتماع الذي ترأسه النأب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر الصباح وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن الاجتماع استضاف وزير المالية نايف الحجرف يرافقه أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأوضحت أن المجلس ناقش أهم الإنجازات التي حققتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال السنوات الماضية ومسار الإصلاح الاستثماري ومسار الاستثمار المستقبلي من جهة أخرى بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مع قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث مكينزي التعاون المشترك بين البلدين وذكرت وزارة الدفاع أن اللقاء تطرق لتبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ضمن محور الزيارة وأشاد الشيخ ناصر الصباح وفقا للبيان بعوق العلاقات بين البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات لا سيما ما يتعلق بالشؤون العسكرية 270 مليون دولار تسلمتها الكويت كتعويضات عن أضرار النجمات عن الغزو العراقي بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة في إطار مساعيها للحصول على كامل التعويضات وقالت لجنة التعويضات أنه بهذه الدفعة الأخيرة تم دفع إجمالي 48 مليار و700 مليون دولار ليتبقى 3 مليارات و700 مليون دولار من التعويضات وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط في تلك الأثناء قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن حجم الثقة المتنامية بين العراق والكويت صار أكبر بكثير من حجم المخاوف السابقة بين البلدين وذكر عبد المهدي في لقاء مع عدد من الفضائيات العراقية أن حجم الثقة المبنية والمشتركات الكبيرة والأفاق المستقبلية أكبر بكثير من المخاوف ومن المعوقات بين البلدين وأكد أن سياسة حكومته تعتمد على تشخيص المشتركات وتعظيمها بدلا عن الركون إلى نقاط الخلاف أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أهمية دور جمعية الهلال الأحمر واعتبرها من الجهات المتميزة في مجال العمل الإنساني وعقب استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية هلال الساير أثنى الجراح على مواقف الجمعية النبيلة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية داخليا وخارجيا مشيدا بالتعاون بين الداخلية والهلال الأحمر في تقديم المساعدات لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ورعايتهم والاهتمام بهم وتقديم الخدمات لهم في موضوع آخر أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أهمية تطوير آلية إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وقال الشعلة عقب زيارة تفقدية لفرعي البلدية في محافظتي الجهراء والفروانية إن البلدية ستقوم بوضع نظام تصنيف لأفضل فرع في جميع محافظات البلاد طبقا لمعايير فنية خاصة بالعمل البلدي وذلك لتكريم الفرع المتميز وشدد على ضرورة الاستعداد المسبق عبر متابعة عقود النظافة الجديدة تمهيدا لدخولها مرحلة العمل في أكتوبر المقبل أعلنت مدير إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة الفلتشاوي إلغاء وقف صرف المساعدات عن غير المحدثين لبياناتهم اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وقالت الفلتشاوي أن قرار الإلغاء صدر بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية السعد الخراز الذي قرر أيضا تمديد مهلة تحديث بيانات مستحقي المساعدات الاجتماعية حتى نهاية شهر أغسطس المقبل فيما تغادر أول بعثة من الحجاج الكويتيين إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ السادس والعشرين الشهر الحالي أكد نائب رئيس الخدمات الطبية لبعثة الحج مغير الشمري استعداد وزارة الصحة لخدمة الحجاج عن طريق عيادات طبية مجهزة بالكامل في جميع المشاعر المقدسة وعلى همش اللقاء التنويري لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الذي أقيم في وزارة الصحة لفت الشمري إلى إدخال برنامج رعاية الصحية الأولية الإلكتروني ضمن الخدمات الطبية التي تقدم للحجاج إذ سيتم من خلاله رؤية سجل الحاج الصحي والأمراض التي يعاني منها دانت المملكة العربية السعودية انتهاكات إيران للقانون الدولي من خلال اعتراض سفن مدنية واحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج العربي الأسبوع الماضي وقد أكد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خدم الحرمين الشريفين أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودغيان إن بلاده ملتزمة بإيجاد سبل مع شركائنا الأوروبيين لتعزيز الأمن البحري في الخليج وبحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت مع نظريها الفرنسي والألماني هيكو ماس قضية الاحتجاز غير الشرعي من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا واتفق الوزراء الثلاثة على أن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الأوروبية فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون بانتخابات حزب المحافظين ما يمكنه من تولي منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا مي وفي أول كلمة له عقب إعلان فوزه تعهد جونسون بتوحيد بريطانيا والتقدم بها إلى الأمام كما تعهد أيضا بإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر المقبل أعلن حزب المحافظين في بريطانيا فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بزعامة الحزب ومن ثم برئاسة الوزراء خلفا لتيريزا مي وذلك بعد الانتخابات التي جرت داخل الحزب وحصل جونسون على أكثر من 92 ألف صوتا من أصلي نحو 159 ألفا من أعضاء الحزب مقابل أكثر من 46 ألف صوت لهانت على أن يتولى رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء بعد زيارة للملكة الإيزابير التي ستكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة وفي أول كلمة له بعد أعلان النتيجة تعهد جونسون بإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل كما تعهد جونسون أيضا بتوحيد بريطانيا قائلا سنعمل على توحيد بلدنا الرائع والدفع به إلى الأمام ويواجه خلفة مي عدة ملفات ساخنة أهمها تحدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تسوية الأزمة مع إيران التي تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين ويفترض أن يلقي رئيس الوزراء الجديد كلمة بعد ساعات من لقائه الملكة التي ستكلفه رسميا تشكيل الحكومة على أن يتولى مهامه رسميا يوم الأربعاء وفور أعلان النتيجة سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحنئة رئيس الوزراء البريطاني الجديد واصفا إياه بأنه عظيم كما هنأت المفاوضية الأوروبية بوريس جونسون وعبد التصميمها على العمل معه بأفضل ما يمكن تفعيل خدمة تقديم ميزانيات شركات الأشخاص إلكترونيا التفاصيل في الأخبار الفصادية بعد هذا الفاصل مجددا أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية أطلق بنك الخليج بالتعاون مع شركة ماستر كارد أول بطاقة ماستر كارد وورد إليت ثمانية معدنية تصدر في الكويت وتوفر خاصية الدفع عن بعد وستكون بطاقة وورد إليت المعدنية متوفرة الآن حصريا لعملاء البنك ممن توجه لهم الدعوة فقط وتتيح لحامليها الاستفادة من مجموعة واسعة من الفوائد والخدمات المميزة داخل الكويت وعلى مستوى العالم أطلق بنك الخليج بالتعاون مع شركة ماستر كارد أول بطاقة ماستر كارد وورد إليت اتمانية معدنية تصدر في الكويت توفر خاصية الدفع عن بعد وعرب مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية لدى البنك أحمد الأمير عن سروره بمواصلة التعاون والعمل مع الشركاء في القطاع المصرفي لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية حصريا لعملاء الخليج تعتبر بطاقة وولد إليت هي أول بطاقة في الكويت معدنية بالكامل وتعمل دون تلامس أو ما يسمى بيه الكونتاكت لس ونطلق هذه البطاقة في بنك الخليج بالتعاون مع شركاءنا في ماستر كارد وشركة الوي فورتين والمتخصصة في الخدمات الرفاهية أو ما يسمى بيه الكونسيرج ضمن جهود بنك الخليج المتواصلة لخلق منتجات مبتكرة توفر الراحة والرفاهية لعملائنا دائما فنحن حريصين في بنك الخليج أن نقدم كل ما هو مميز من خدمات لعملائنا في بنك الخليج وأكد الأمير أن البطاقة الجديدة تتيح لحامليها الاستفادة من مجموعة واسعة من الفوائد والخدمات المميزة داخل الكويت وعلى مستوى العالم حيث توفر لحامليها تجارب تسوق سريعة وأكثر راحة البطاقة هذه قدمها حصريا حق عملائنا في الخدمات المصرفية الخاصة وتكون عن طريق الدعوة وهي ما يقدم عليها الشخص عشان يحصل عليها وإنما هي تقدم بطريقة الدعوة حملت بطاقة تولد إليت ماستر كارد الإتمانية سيتمتعون بعدة مميزات من أهمها الكونسيرج الرائعة التي توفرها لوي فورتين إلى جانب الاستفادة من برامج مقاط بنك الخليج وهي من أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت يذكر أنه يمكن أيضا لحاملي هذه البطاقة الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والمزايا الحصرية الأخرى والتي تشمل الدخول إلى أكثر من 1200 صالة انتظار في المطارات وخصومات على الفنادق والمزيد من العروض الأخرى أعلنت وزارة التجارة والصناعة تفعيل خدمة تقديم ميزانية شركات الأشخاص عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال وقالت التجارة أن العملية تشمل تقديم البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال وتحميلها على شكل ملف بصيغة بي دي اف دون الحاجة لأخذ موعد لتقديمها ورقيا وأضفت أن هذا الإجراء يشمل جميع شركات الأشخاص وبالذات شركات الشخص الواحد وشركات ذات المسئولية المحدودة موضحة أنه تم ضم جميع شركات الأشخاص باستثناء الشركات المساهمة أنهت برصة الكويت عملاتها على انخفاض المؤشر العام 15 نقطة وعشرين نقطة حيث بلغت كمية التداول 95 مليون وستمائة ألف سام في قيمة النقدية بلغت 21 مليون ومائتي ألف دينار تمت عبر 5421 صفقة وانخفض مؤشر السوق الرئيس نقطتين وسبعة أعشار النقطة كما انخفض مؤشر السوق الأول 21 نقطة وعشرين النقطة دورات وبرامج متنوعة في جمعية الكشافة الكويتية التفاصيل في الأخبار الرياضية بعد الفاصل مجددا أهلا بكم بالأخبار الرياضية يغادر البلاد الجمعة المقبل وفد فريق كرة القدم بنادي الكويت إلى التشيك لإقامة معسكر تدريبي يمتد لثلاثة أسابيع وأكد نائب رئيس جهاز كرة القدم عاد العقلة أن الفريق سيلعب خلال معسكره التدريبي بقيادة السوري حسام السيد ثلاثة مباريات تجربية مع فرق أجنبية وخليجية وأشار عقلة أن الفريق سيسعى للمحافظة على الألقاب التي حققها الموسم الماضي كاشفا أن الفريق ينتظر انضمام المحترف الرابع إلى صفوف الفريق بجانب الإفواري جمعة سعيد والكاميروني كاليدون والسوري عمر الميداني أشكر الله عز وجل على البطولات السابقة اللي نتمنى الآن أن نحافظ عليها في هذا الموسم بدينا من عشر سبعة تمارين في وجود المحترفين الثلاثة وجود اللاعبين المحليين المتواجدين باستثناء العبية المنتخب السبعة اللي مموجدين معنا أيضا إن شاء الله أتمنى ويعني نطلبنا الله سبحانه وتعالى تسهيل المحترف الرابع اللي رح يكون متواجد خلال ثماربع ساعة نتمنى يكون متواجد إن شاء الله حتى يكون مع الفريق في المعسكر اللي بيكون بالشيك ببراغ رح ننشاء الله مقادرة لجمع يوم 26 ل tangled 13 8 رح ننعب فيها ثلاث مباريات ودية من ضمن ثلاث الفرق بيكون فريق خليجي إن شاء الله في تاريخ اللعبة المبارات الأولى في تاريخ الثنين ثمانية حسب الجدول المعمول في المعسكر إن شاء الله 27 7 اللي هو يوم السبت القادم بتكون في قرعة البطولة العربية رح نعرف ننعب مع منه وين وأي تاريخ وإن شاء الله الأمور طيبة ودعواتكم لنا حظيت الحركة الكشفية في العالم منذ تأسيسها بالنصيب الأوفر من التقدم والتطور مما انعكست آثاره على مسارعة الفتيان والشباب للانضمام للحركة الكشفية والتي مضت تشق طريقها بنجاح مبادئها التي تنادي بالمثل العليا والأخلاق الفاضلة وهو ما ينطبق على الحركة الكشفية في الكويت تقرير لأحمد العنزي يستعرض الدور الكبير لمجلس إدارة جمعية الكشفة الكويتية بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الكشفة الكويتية قبل أربعة أشهر برئاسة الدكتور عبدالله طريجي تبدو الجمعية خلية من النحل وتعقد اجتماعات مكثفة لوضع استراتيجيات تخدم الشباب الكويتي من الجنسين أمام مجلس إدارة جمعية الكشفة عدد من الاستحقاغات سوى استحقاقات محلية أو خليجية أو عربية أو عالمية أول استحقاق الآن مشاركة عدد من أبنائنا في المخيم الكشفي في أمريكا هناك أيضا استحقاق خليجي في المشاركة في مخيم كشفي في سلطنة عمان وهناك أيضا استحقاق عربي في المشاركة أيضا في المؤتمر الكشفي خلال الأشهر القادمة في القاهرة أيضا مجلس إدارة الآن يقوم حاليا بعداد تقييم للنظام الأساسي ومحاولة تطويره إلى نظام أفضل يتماشى مع الظروف المحلية والإقليمية وهناك أيضا عداد لجنة لتوثيق الحركة الكشفية منذ انطلاقتها في الكويت وحتى تاريخنا الحالي وأيضا هناك عدد من البرامج والفعاليات تقام داخل جمعية الكشافة خلال فترة الصيف الحالي الدكتور مشكور الطريجي شكل لجان بما فيه معناه أنه لكل عضو مجلس إدارة يمسك لجنتين أو ثلاث لجان كإشراف في أي طار يحتاجون هذه اللجان المكونة من خمسة أشخاص برئاسة رئيس لهذه اللجنة هذه اللجان كان هناك طبعا آلية ليس كانت قريبة على الكل ولكن آلية متبعة أن هذه الآلية أن يكون فيه تواصل عن طريق الواتساب عن طريق المواقع عن طريق التسجيل إذا ما كان ملاحق هذه الكوكبة يوصل عن طريق جمعية الكشافة بالدرجة الأولى ينمي عضويته كعضو مجلس كعضو ومن ثم يسجل في هذه اللجان الحركة الكشفية في الكويت تعتبر من المعالم البارزة وأميلة فترة من الفترات السابقة إلى أن أحياها من جديد الدكتور عبدالله الطريجي وأخوانه في مجلس الإدارة من خلال تكثيف البرامج والأنشطة وتعدد اللجان الممثقة من الجمعية واستحداث لجان جديدة أخرى تخدم الحركة الكشفية في شتى المجالات نهيك عن توثيقها الحركة الكشفية الكويتية شهدت أيضا بناء ونمو قيادات كشفية برزت على المستوى المحلي والمستوى العالمي الحركة الكشفية الكويتية بالفعل تحتاج إلى هذا التوثيق لإبراز المجالات الإيجابية الكثيرة التي قامت فيها هذه الحركة محليا وخارجيا في الكويت أخذنا ما يتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وبما يحقق تطور العمل الكشفي في الكويت ومن أساسيات هذه تمكين الشباب وزيادة التواصل والألاقات مع جميع الجهات وخدمة المجتمع المدني والعمل على تطوير زيادة العضوية وتطوير الحركة الكشفية هذه من الأساسيات التي عملنا فيها داخل الاستراتيجية الجديدة كذلك نظام الحوكمة والعمل بنظام الحوكمة في الحركة الكشفية حتى نجاري التطور الإداري في جميع المجالات داخل جمعية الكشافة الكويتية لجنة المرأة من اللجان الفعالة في جمعية الكشافة فتنظم العديد من الدوات والدورات التثقيفية للفتيات ولعل آخرها كانت تنظيم دورة فن التعامل يهدف البرنامج هذا هم للارتقاء بجميع القادة والقائدات والنساء والشباب والكبار على حد سواء أشكر رئيس جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي لتوفر كل السبل المتاحة للجنة المرأة لجنة المرأة ما قصرت يا بتلنا شخصية جدا رائعة اللي هي الأستاذة لطيفة اللوغاني راح تقدم لنا ورشة فيها وايد عبر وأهمية والكل محتاجة هي فن التعامل طبعا ما ننسى أن أصلا جمعية الكشافة يعني تخدم وايد مجالات غير مجالات الكشفية أحد المجالات هي اهتمامها في المجالات الإنسانية وفن التعامل مع الآخرين استراتيجة واضحة المعالم للسنوات القادمة رسمها مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى الكشاف الكويتية وإبراز دوره في المشاركة بالمحافل الخارجية إلى جانب تطوير النظام الأساسي أحمد لانزي الرأي وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا على موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر